الرسول يوقف على طرف الصراط ما خلانا ما قال خلاص الحساب بدأ انا بوقف وكل واحد ياخذ جزاه الرسول يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم امتي اللهم امتي ثم يمر الناس يشوفهم النبي اللهم سلم اللهم سلم لين يمرون اذا اطلعوا واطمئن ان الناس مشوا على الصراط راح للطرف الثاني اللي هو الطرف اللي عند باب الجنة فتفتح ابواب الجنة ويبدأ الرسول يدخلنا واحد واحد ياخذك يا ابراهيم ويا محمد ويا فهد ويا خالد ويا منيرة ويمسكك حتى يهديك ويدخلك الى قصرك اللهم لا تحرمنا من هذا الموقف يا رب العالمين هذا مشهد عظيم طيب خلاص طيب دخلنا الجنة تهينا لا فينظر النبي فيقول ان من امتي من ادخله الله النار فينظر النبي فيقول ان من امتي من ادخله الله النار يا رسول الله حتى اهل النار حتى الذين عصوا ان من امتي من ادخله الله النار واني ساشفع عند ربي حتى يرحمهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذهب تحت عرشه وأسجد وأسجد وأقول يا رب ان من امتي من ادخلته النار اللهم اني استشفعك فيهم فيقول النبي فيقول الله يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا يعني حدد لي عدد ويقول اذهب وأخرجهم من النار يقول فاتي وأحد الحد وأخرج من امتي من اخرجه ثم يقول ادخلهم الجنة ويبقى عدد فاشفع مرة ثانية فيحد لي حد فأخرجهم وادخلهم الجنة يقول اربع مرات يقول فاستحي من ربي واسجد مرة خامسة فاقول يا رب ان من امتي من ادخلته النار فيقول الله يا محمد ارفع رأسك واذهب واخرج كل من كان في قلبه لا اله الا الله يقول فاتي واخرج منهم ثم اذهب المرة السادسة فيقول الله يا محمد اذهب واخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة يقول فاذهب حتى يقول الله يا محمد اذهب واخرج كل من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان يقول فاخرج ما شاء الله من امتي حتى يدخلون الجنة ثم اذا اردت الدخول خلاص التفت فاذا برجل يلحق بي والملائكة تخاطفه يلحق الرسول يبغي تخل الجنة والملائكة تسحبه فيقول النبي يا رب انه من امتي فيقول الله له يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك احدث يعني غير بدل ابدع يعني بدعة ابتدع قالوا سحقا سحقا فيأخذ الى النار هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اشتركوا في القناة